الخبر الأول اللي عندنا أن تهجم متابعين محمد جواني على بيسان اسماعي فبعد ما جواني نزل أغنية الجديدة اللي كانت بعنوان خسرتي حالك طبعا كل اللي شافوا الأغنية وسمعوا كلماتها زين أكيد لاحظوا أنه هو يقصد بيسان اسماعي بالكلمات فمتابعين جواني حبوا أن يتهجمون على بيسان اسماعي لباخر مقطع إلها فلو تنزلون شوفون التعليقات راح تشوفون أنه كل التعليقات كاتبين بيها البيسان اسماعي لأنه خسرتي حالك وهي كلمات أغنية جواني الجديدة وبالمناسبة أغنية جواني دخلت لترد فإن شاء الله ألف مبروك أعطيكم إيها بالوصف أريد الكل يروح يفجر أغنية جواني بمباركات من طرف مملكة القصة وكتبونا يا حبايب شو رأيكم بهذا الخبر والتهجم اللي تعرضت لبيسان اسماعي الخبر الثاني اللي عندنا عن مفاجأات اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عندنا هو غيث مروان فغيث نزعله سابق بالإنستجرام شوية ستوريات وهذه الستوريات أعلى من خلالها إنه راح ينزل مقطع باشر ولكنها قال إن quanto المفروض ينزلنا اليوم ولكنها غير رأيك فرح ينزل المقطع باشر وجود المقطع كل قوي راح توق env diodeكم هذه الستوريت فيديو اللي اللي شفتوا اليوم اللي كانت عبسمي لحدك ما حينزل اليوم لأنم بارح لسه نزل فيديو وباليومين كمان نزل فيديو فالفيديو هذا كiatkat شوفي ورا لعشان عطي شوية وراءة للفيديو نزل لليوم منصور اليوم مفيشي ورا بك رح ينزل مالح كانت تقول بي أنه هي مستحيل تستغل الطفل مالحة جديد بمقاطع وتنزل عليه أكثر من 3000 فيديو وهذا الشي نزلتها بحسابها بالإنستجرام لما كان سوي فقرات أسئلة رحضكم هذا الاستوري يشوفوا والسؤال الثالث هل ستورجينا وجه الإبن أول ما يولد فترد عليها أصالة إن شاء الله بس يكون سنين مئة بالمئة أكيد رح تباوعنا إياه وما رح تسوي 300 فيديو مثل غيرها لأن هذا الشي يعتبر سيء هنا أغلب المتابعين اتوقعوا أن هي تقصد بكلامها الشهد والسمن لأن خاصة أنه هناك مشكلة صغيرة بيناتهم وما كانوا تسوي أكثر من 10 مقاطع لولادة الجنين وما أدر الصراحة هل تشوفون إن أنس وصال حرين بكلامهم أذر يريدون أن نزلوا على البيبي هوايا أو لا؟ اكتبونا بالكومنتات رأيكم الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجب متابعين مملكة القصص على أنس بي سان فأنس بي سان إسماعيل نزلوا هذا المقطع لقناتهم باليوتيوب واحد من الأسباب اللي تهجموا عليه هم كانوا صورة مصغرة اللي نوعا ما كان بي سان إسماعيل ملابس بيها ملابس أما السبب الثاني فهو المقطع نزلت مبارحة اللي كان بي فضيح الأنس الشاير اللي كان الأنس الشاير يسبي سبزة 18 ومثل ما تعرفون إن هواياك ومتابعين أطفال يتابعوهم فخايفين إنه يتعلموا من عددهم بكلام أنس الشاير ولدخلوا على الأخر مقطع نزلوا وتنزلوا بيها التعليقات راح شوفون إن هوايا من التعليقات مكتوبة بالإنجليز يتهجمون عليهم فاكتبونا يا حبايب بالكومنتاج شركوا بهذا الخبر وهل يستحقون التهجم للتعرض والأولى الخبر الخامس اللي عدنا عن ابن سوريا وتهجمه على محمد أجواني ونورمار وأم سيف وكل اليوتيوبرين السوريين طبعا بالبداية اللي ما يعرف من هو ابن سوريا فهو يوتيوبر عنده 6 ملايين تقريبا مشترك يتهرب لعبة بوب جي طبعا أول واحد اللي هو نورمار فبهذا المقطع كان يتهجم بي على نورمار ومشاهير التك توك اللي من بينهم نورمار لما صار يحجين انه هو ضفدع وصار يحجين انه هو لابس نظارة فهذه اللي أقطة لحطوكم ياها شوفوها ولا هداخل مثل الضفدع بحط اللي يفضع عينكم يفضع عينكم ملا بشر صلي عن نبي يا زلمي قاروا يجوا ينقال اسماء مشاهير سوريين أخي لا تجيبوا هاي كلمة سوريين لا تشمل لي ياها عايك عالم قسما بالله العظيم انت يا زمي كأنك عم تسبنا الله ورب الكعبة ورب الكعبة ها سبني بس لا تجي تفرجيني من هدون جماعة الامرأواصين هدون الشباب اللي عم يطلعوا على منصات ما بعرف شو هي وتقلي هاده مشهور سوري سبني ولا تفعل هاد الفعل أمر يوتيوبر الثاني فهي أومسيف فهذا البث المباشر نفسه اللي حجي بي عن نورمار في البداية كانت يسوي بي ردة فعل على مقطع أومسيف وبعده صار يتهجم عليها وينتقدها ويتهمها انه هي تتذابة وندا تسوي كل هذا عمود المشاهدات وصار يسيبها ومن هذا الكلام رحطوكم ليها شوفوها شو المصخرة هاي شو فكري اللي عالم قدامكن خواريف بقر بترمو الجمهور اللي عنكن بترمو الناس اللي عم تتابعكن شو المصخرة هاي جد شو المصخرة هاي شاد واحدة عم تصرخ جوها وآه ومدري شو شاد ايه شا مخطوفة انت ليش انت بدولة ما فيها قانون انت عادة بتركيا تركيا دولة فيها قانون فيها بوليس فيها امن ما فيك شي بالكرة الارضية شا اللي درامات هاي اللي عم تسوي انت تحترموا الجمهوركن ولو او ما اليوتيوبر الثالث فهو محمد جواني فهم بنفس البث المباشرة صار يحكي على صديقة اللي هو محمد جواني اللي طبعا محمد جواني طلع اكثر من مرة ودافع عنه ابن سوريا لكن هو نسى كل هذه الاشياء وصار يتهجم عليه وصار يتهجم عليه وقول انه هو نصابي يتهذب على الناس ومن هذا الكلام يقول انه انت مستغل بيتهم جواني انه هو لما نحف منحف بالحبوب مالتا وانما نحف لما يسوي عملية عكس اللي قال جواني تقريبا وهذه الاقطات اللي احط لكم ياها شوفوها في يوتيوبر سوري الشي اللي يعمله والله جيب كلب من الطريق ما بيعمله وقلت له دير بالك قلت له انت اذا بتعمل هيك شي لا بتصير لا بتضل صاحبي ولا بضل انا بعرفك لا تخلي كل الكلام اللي قالتلي يا الناس يطلع صحيح لما رافقتك ومشيت معك الناس صارت تبعتلي عالخاص تقلي هذا شخص تافه لا تنشي معه دير بالك منه انا طنشت كل هذا الحكي وركزت عليك كشخص وكابن بلد ومشيت معك وتروح تقص معدي يا واطي قص معدي وتروح تقول للناس انه قص معدي فشل بس هذا الحب هو اللي نحفك لحتى تربح كالليرة مولاد بلدك هل هذا الشي منطقي يوم تطلع تقص معدي انت وتروح تنشي بلتتوقعون يا حبايب انه هذا نفس الاسلوب اللي يستخدمه ابن سوريا لما تنزل مشاهداته يقوم يسوي درامات ويحكي على الناس وهذا المرة راح يشابهها على النورمار وغيرها من اليوتيوبر قولها بالكومنتاج شو رايكم بهذا الخبر ورح يستحقق تهجم او لا وبس والله ها وصنحت المقطعات من المقطع اجابكم ليس تحطوا للاك وشاركوا بالقناة شاناكو بايزي مقتم منكة القصص وبس مع السلامة